يواصل التحالف الدولي غاراته على مواقع تنظيم داعش في ثلاث محافظات عراقية وأعلنت قوات المهام المشتركة لتحالف الدولي أنها نفذت غارات أسفلت عن تدمير مركبات قرب مدينة الرمادية كما استهدفت مواقع قرب بيجي وسنجار والفلوجة من جانب آخر قامت القوات الجوية العراقية بعملية إنزال لإخلاء 28 ضابطا وجنديا من الرمادية أما العمليات على الأرض فتحاول شرطة الأنبار لم لمت أوضاعها بدعم عشائر المحافظة في منطقة حصب الشرقية حيث نشرت قواتها على خط الصد بين الرمادي وقضاء الخالدية ووضعت خططا لمنع تقدم التنظيم إلى مناطق شرقي الرمادي وقاعدة الحباني العسكرية التي نفذت قيادات أمنية اقتراب داعش منها نتيجة الاشتداد المعارك واستخدام العدوى أساليب كثيرة منها السيارات المفخخة وكذلك استخدام الصواريخ الموجهة وبعض الأسلحة الأخرى استطاع من التأثير على مواقع الوحدات التي كانت متواجدة في مدينة الرمادي انسحبت هذه القطاعات إلى مواقع وخطوط أخرى لتشكيل خط صد نهائي لتشكيل منطقة آمنة سوف تنطلق من عدها عمليات تحرير مدينة الرمادي وكل مناطق الموجودة في محافظة الأنبار ومع تزايد الضغط لأجل التحرك لاستعادة المدينة حثا مسؤولون سكان الرمادي على الانضمام للشرطة والجيش في الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء حول سيطرة تنظيم داعش على كامل مدينة الرمادي يتحدث مجلس الأنبار عن استعادة السيطرة على 30% من المدينة حاليا القطاعات متواجدة في قاطع الحبانية ماسك خطوط صد وموضع دفاعي على ظفة النهر أما ما يشع من أخبار بأن العدو قد خرق قاعدة الحبانية ومدينة الخادية فهذا الخبر غير صحيح وعاري عن الصحة القطاعات تعمل بشكل جيد وبمعنويات عالية والآن تدار معارك على ظفة النهر ولا يستطيع العدو أو الداعش أن يخترق شبر واحد في مدينة الحبانية أو مدينة الخادية وقال خبراء عسكريون أمريكيون أن القوات العراقية التي فرت من مدينة الرمادية خلفت وراءها العديد من المعدات العسكرية التي استولى عليها تنظيم الدولة وأضافوا أن من بين هذه المعدات ستة دبابات وقطع مدفعية وعدد أكبر من حاملات الجند المدرعة ونحو مئة مركبة بعجلات مثل سيارات الهامفي ترجمة نانسي قنقر